السلام عليكم اخوتي 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 مرحبا بكم على قناة الحميدي. اذا هاد النهار غدي نخصول الحديث على اه برنامج المراجعة خلال شهر رمضان. اذا غتشوفوا معايا واحد البرنامج اللي انا سترته وان شاء الله بحول الله الى طبقته معايا من الول احتل الاخر. اه فكونوا اكيدين على انكم غدي تتراجعوا المواد بطريقة صحيحة خلال شهر رمضان. هذا البرنامج هذا هو برنامج اه اه مجرب يعني من مجموعة من الاصدقاء ومن اه ومن اه ومن ومن جريبتي يعني الخاصة لتطبيق هذا البرنامج هذا. اذا كما تعلمون على ان شهر رمضان هو شهر العبادة شهر الاستغفار وشهر العمل. طبعا العمل اه بالاشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وضمن الاشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وهي الدراسة. وعكس بعض الاشخاص اللي كي يقولك بان رمضان هو رمضان للنوم. رمضان للخمور. رمضان للكسل. رمضان للصيام عن الاكل. فهو عكس ذلك تماما. لان اه كنوا اكيدين على ان رمضان اكتر يعني الاشهر اللي اه الله سبحانه وتعالى كيبارك لك في اي حاجة درتها. اه طبعا الاشياء التي اه كما قلت سابقا ترضي الله سبحانه وتعالى. اذا هذا البرنامج هذا فهو على الشكل التالي. اذا اول خطوة اه من الخطوات دلبرنامج اللي انا اصطرته في اه يعني اه اه هذا. اه فهو تقسيم الوقت على عدد المواد. مثلا نفترض على انه عندك خمسة ديال المواد اللي هي مواد مثلا اساسية. غادي تقسم هذه خمسة ديال المواد على عدد الايام. لهو مثلا ثلاثين يوم. فغادي اعطاك ستاد الايام لكل مادة. اه لكن هاد ستاد الايام فانت غادي اه تضبط في هالمادة ضبطا يعني جيدا. ممكن لكش دوز وانت ما ضابطش المادة فهد ستا ديال الايام. اه سينو هادي تكون يعني خرقتي البرنامج اللي انت سترته. الاخوان حاولوا تكونوا يعني اشد الحرسي على تطبيق مثلا بحال هاد البرامج هادو. اذا المرحلة اه التانية او الخطوة التانية هي. غادي نبدأها انا اه من بعد صلاة الفجر. اذا مباشرة بعد صلاة الفجر اللي غادي يكون ان شاء الله اه ربعة ونص او اللي في حدود الخامسة. غادي تخصوه للحفظ. الحفظ ديال المواد اللي كتحتاج للحفظ. بحالش مثلا بحال الجماعيات. بحال الفلسفة. بحال مثلا العربية. الى غير ذلك. الى حدود ساعة الثامنة صباحا. كامل هادو الوقت ده. غا تخصوه الحفظ. من الساعة الثامنة صباحا. الى الساعة الثانية عشرة زوالا. غادي تخصها للنوم. للنوم علاش? لانك بدلتي واحد المجهود اللي هو مجهود كبير. حفطي فيه المادة مثلا. اذا من ثمانية الى اتناشا هتخصها فقط للنوم باش تعطيها لنفسك راحة جسمانية باش يقدر انه يعني من بعد ذلك. من بعد ذلك بعد صلاة الظهر قم بتطبيق ما تم حفظه في اه الصباح. من خلال الشغال على امتحانات سابقة. هنا اياه اذا غتصلي الظهر ديالك. ومن بعد الظهر مباشرة غادي تحاول تطبق فيه ذاك الشي انت لحفظته في المواد اللي اه اه سبق وحفظتها اه في 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 قبل. اذا وهناك نصحكم بانكم تشتغلوا بشكلين جماعي. يعني جماعي لانه اه بشكل جماعي كما سبق وانشرت على ان الطريقة اه الجماعية كتقدر انك تشد فيها اكتر من يعني الاشتغالك على اه على بوحدك او الاشتغال ديالك بوحدك. اذا الى حدود ادان العصر. هذا الكله غادي تتخصو الاشتغال يعني بشكل اه جماعي. اه ثم بعد اه بعد يعني العصر قم بمراجعة الملخصات. هاد الملخصات يعني تكون لها مراجعة خفيفة. المدة ديالساعة الى حدود ساعة ونصف. اه اه ما تجهد راسك لانك غتكون عيتي غادي تكون يعني اه ترقتي بعد واحد المجهود اللي قمتي به. اذا ثم بعدها صلاة تراويح. اذا هنا يا الدان المغرب وفترتي الى ذلك. من بعد ذلك غاتمشي تصلي اه صلاة الاشاء ومن بعد ذلك صلاة يعني تراويح. اه من بعد صلاة تراويح. اه قم باني بوقت حر. وقت حر اه يعني في حدود ساعة ونصف تقريبا. او من بعد مباشرة اه انصحك او يستحسن النوم الى حدود وجبة الصحور. من اجل اعطاء الجسم راحة. لان النوم اه في الليل ماشي هو اه النوم مثلا اه في في النهار. لان النوم اه بالليل لا متيلة له. اه لذلك انصحك بالنوم. كين اللي ما غديش نعس. اه طبعا غدي بقاحت اكي بقاحت الصحور. اه اه وغادي نعس يعني من الساعة يعني اه من تمانية حتى الالتناعش. فله ذلك اه طبعا كل واحد. ولحسب القدرة الاستيعابية اه دياله. اذا اخوتي اخوتي اهني هاد البرنامج هدا كما قلت لكم سابقا هو برنامج لين ومارين بامكانك انك تزيد فيه وبامكانك انك تنقص فيه. لكن الى طبقتي هاد الاشياء اللي اعتقدت كدابة بالحدافية دياله. فكون اكيد على انك ان شاء الله بحول الله غدي تضبط المواد. وانك ان شاء الله غدي تجيب يعني نقط لهي نقط عالية في الامتحان اللي انتا غد تكون مقبل عليه. اذا اضربه لكم معاودين للحلقة القديمة ان شاء الله.